بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم الله بالعزاق الله بالصف الرابع الابتدائي معكم أستاذ محمد صبري معلم العلوم في مدرسة التبوك الأهلية النموزجية درسنا اليوم يا أبطالب يتكلم عن الماء أين يوجد الماء عندما أنظر إلى مجسم الكرة الأرضية عن قرب أجد أننا نعيش في عالم مائي وعلى الرغم من ذلك تعاني مناطق مختلفة من العالم من شوح مصادر الماء فما هي مصادر الماء وهل جميعها صالحة للشرب طبعا الماء المالح تغطي في ماء مالح وماء عزم الماء المالح تغطي المحطات والبحار ما يقرب 3-4 سطح الأرض إنها كمية كبيرة من الماء ولكن هل نستطيع استخدامها في الشرب أو الصراع طبعا لا يحتوي ماء البحر وماء المحيط على كمية كبيرة من الأملاح لذا فهو غير صالح والشرب أو الزراع الماء العزب يحتوي الماء العزب على كمية قليلة من الأملاح معظم الجداول والنهار والآبار والبرك تحتوي على ماء عزب ومعظم ماء الأرض العزب المياه الجوفية المياه الجوفية المياه الجوفية المياه الجوفية مصطلح يطلق على الماء المخزون في الفراغات بين الصخور تحت سطح الأرض قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا من السماء ماء بقدر اسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادره صدق الله مشكلة وحل أو اختبر نفسي أين يمكن أن نجد الماء العزب طبعا نجده في باطن الأرض والبحيرات والخزانات المائية والأنهار والجليديات التفكير الناقض كيف يمكن استخدام الماء المالح عن طريق تحليةه بالتقطير وهي من أدوات تحلية مياه البحار وعادة استخدامها مرة أخرى يقرأ الشكل كيف تصل المياه من سطح الأرض إلى خزانات المياه الجوفية تنفذ المياه من خلال طبقة الطربة والصخور التي تسمح بتصرب الماء إلى خزان المياه الجوفية والذي يلي طبق من الصخور الصربة التي لا تنفذ الماء كيف نحصل على الماء العزب طبعا معصم البلاد تعمل سدود وخزانات ضخمة يتجمع فيها الماء لاستخدامها في أوقات الشدة بعض الخزانات تسمى بحيرات طبعية وبعضها الآخر يبنيه الإنسان ومن هذه الخزانات يحصل الناس على احتياجاتهم من الماء عبر شبكات أو أنابيب المياه الجوفية المياه الجوفية مصدر آخر للماء العزب والطريقة الأقسر شوالة للوصول إلى المياه الجوفية هي حفر الآبار والبئر تعريفه وثقب يحفر في باطن الأرض ليصل إلى المياه الجوفية وأقلها بالآبار تحتاج إلى مضخات يصل الماء إلى السطح والماء العزب لا يكون نقيا دائما محطات تنقية المياه طبعا تشهيل السهوائب